السلام عليكم مشاهدين الاعزاء في هذه النشرة الخاصة بحالة التقص بالمغرب خلال يوم غد الاربعاء عشر ابريل والايام القادمة سوف نوافقكم باخر التوقعات والمستجدات ان شاء الله. فقبل الاخذ بالتباق صيخوني كرام لا تنسوا وبارك الله فيكم دعمنا باللايك والاشتراك في القناة وشكرا لكم ازيل الشكر. من المتوقع في فترة الصباحية استمرار بعد الرياح الناشطة على الشمال الاقلي من الجنوبي المملكة على قلميمو السمارة وكذلك طانطان والجنوب الشرقي ان شاء الله واقص الشمال المملكة. بالنسبة لباقي المناطق الاخرى اجواء عموما كذلك في فترة مسائية ستكون متقالبة مع احتمال التحرك بعد الرياح على التازة وفاس وسيد سليمان تاوريت والناظور والحسيمة وسطاة خريبقة والجديدة والتاربدة والسافي والصويرة وقادير. لكن بعد الزواج سوف تشتاد هذه الرياح خصوصا من مناطق الجنوبية المملكة على اسمارة وقلميمو طانطان وبوشدور على طرف رياح قوية مع احتمالة طائر الغبار. بالنسبة لدرجات الحرارة فيتوقع بعض المناطق ان تعرف ارتفاع ملحوط في درجات الحرارة. اخواني الكرام مع اجواء عموما ستكون مستقرة مع سحب عليا اقصى شمال مملكة بدون فعالية من ناحية الامطار. بالنسبة لدرجات الحرارة سوف تكون مرتفعة على مناطق السمارة وكذلك مناطق طانطان وبوشدور. وكذلك مناطق الوسطى للمملكة ان شاء الله وسوف ستتعرف بعض الارتفاع في درجات الحرارة. خلال يوم الخامس كذلك احتمل ان ترتفع درجات الحرارة لعدة مناطق من المملكة على المناطق الداخلية لقاليم الجنوبية الملكة سبب تكون او كتلة ساخنة جنوبية ستؤدي الى ارتفاع في درجات الحرارة. بالنسبة للمناطق الوسطى كذلك سوف ترتفع في درجة الحرارة المراكش بنقرير وكذلك مناطق تارودانت واغادير ومناطق الخريبقة وهدى بالفوسفات ستعرفوا ارتفاعا ملحوظا في درجة الحرارة. بالنسبة لسقطة الامطار عموما اجواء سبقة مستقرة اخواني الكرام لثلاث ايام القادمة حتى يوم الجمعة. التوقعات البعيدة اخواني الكرام تشوير الى ان الاجواء عموما ستكون مستقرة الى قائلة سعوب في مدى مناطق المناكا. وانسأل الله ان تتغير هذه الحالة الجوية لتصبح ممطرة ان شاء الله بعودة الطربات الجوية خلال الايام القادمة.